جدد بطاركة ورؤساء الكنائس بالقدس التأكيد على سعي الكنائس لتحقيق السلام العادل والدائم في الأرض المقدسة وأضافوا في بيان لهم لمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة يجب علينا أن نتحدى ونعمل معا لتحقيق السلام والتسامح والعدالة حيث علمتنا المسيحية أن الحب والرحمة والاحترام المتبادل هي الطريق إلى تحقيق السلام في أرضنا المقدسة بيت الأديان الثلاثة واحدت الجميع على العمل معا لبناء مستقبل أفضل وأكثر إنسانية للجميع لأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا عندما يكون هناك عدالة واحترام لحقوق الإنسان والقانون الدولي ودع البطاركة ورؤساء الكنائس المجتمع الدولي إلى القيام بدور أكبر في الحفاظ على الأماكن المقدسة وقواعد الوضع الراهن تحت الوصاية الهاشمية